أصعد الله مساءكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القاطع للأسماء اليوم سوف نقدم لكم في قناة القاطع للأسماء معنى اسم سدن وأسرات شخصيتها وصفاتها يعد اسم سدن أحد الأسماء الدينية التي تدخل ضمن الأسماء العريقة والتي تحمل الصفات الجميلة واسم سدن يمتلك معاني مميزة بالرغم من أنه لم يكن منتشرا في العالم العربي وسوف نتحدث بشكل كبير عن اسم سدن ومعنى معنى اسم سدن سدن هو اسم مؤنث من أصل عربي وهو يحتوي على معاني عديدة ومنها يعني هذا الاسم كسوة الكعبة أو الغطاء الذي يتم وضعه على الكعبة يعني أيضا الحاجب أن يتم حجب الشيء يطلق سدن على خادم الكعبة والذي يتولى جميع أمورها سدن يعني السطر حكم التسمية باسم سدن في الإسلام إن سدن تسمية في ديننا الإسلامي تجوز حيث أن السدن ذو صفات جذابة بالإضافة إلى أنه يحمل معنى جميل وهو غطاء الكعبة وهو اسم معروف منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك عندما أطلق على شيبة بن عثمان بن طلحة سادن الكعبة أي أنه خادم الكعبة صفات حاملة اسم سدن حنونة وتمتلق قلب طيب وعطوفة على الآخرين إنسان عاشق الأنواع الموسيقى والرومانسية فتاة تبحث دائما عن المثالية فتاة تحب من أول نظرة وسوف تكون عاشقة لزوجها إنسانة تمتلك العديد من الصفات الرائعة مثل التواضع والتسامح والعفة إنسانة محبة لفعل الخير وتسعى من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى تحب الفن والتمثيل وتحب الالتحاق بمعهد الفنون المصحية ما معنى اسم سدن في القرآن الكريم والإسلام هناك العديد من الأمهات التي ترغب في أن تسمي ابنتها باسم ديني من أجل أن يكون ذات معاني قيمة وإسم سدن بالرغم من أنه لم يرد بين آيات القرآن الكريم ولكن هو يعني كسوة الكعبة البيت الحرام المقدس لدى المسلمين وهذا يزيد من قيمة الإسم وصاحبته وما يجعل الإسم جميل إنه غير منتشر بكثرة في الأقطار العربية معنى اسم سدن في علم النفس قد تكلم العلماء النفس عن سدن إنه غاية من الرقة والتميز لأنه ذو معاني مميزة والفتاة التي تتسمى به تمتلك صفات جيدة وهي أنها حساسة ولا تتكلم عن أي شخص بسوء وإنسانة متفهمة لكل ما يدور حولها ولا تسيء الظن بأي شخص شكرا للمشاهدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسي الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا في قناتكم المتواضعة إعداد وضغدين حسام شاكر ودمتم في رعاية الله وحفظه شكرا للمشاهدة